رسالة صوتية في فقرة عالم الكرة فوجه الدعوة من ناد الوحدات لأمناد الثقافي خاصة بالتأكيد هذه المباراة التي ستعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وبحضور لاعبين عالميين مباشرة مع الناتق الإعلامي باسم ثقافة الكرمة سيد إياد الجلات صباح الخير سيد إياد صباح الخير أخطفاء والطاقم مرافق والمشاهدين والمستمعين ورابط مشجعين النابي التي دائما خلف الفريق والخسارة معاكم بالفوز معاكم أهلا وسهلا صباح الخير وصباح التشجيع وصباح التحفيز زي ما بنقول على الموت مع الثقافي لمشجعي ورابط تأكيد مشجعي ثقافي اليوم إياد إحنا رح نتحدث عن حدث رائع ودعوة تنم عن توثيق وتوطيد العلاقات ما بين الفرق المحلية وأيضا الدولية والوطنية نادي الوحدات وجه دعوة للنادي الثقافي كي يتم عقد مباراة في الأردن الشقيق حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الدعوة ومناسبتها صحيح طبعا قلق نادي بثقافته كارين كتاب رسمي من إدارة نادي الوحدات بدعوته للمشاركة في مباراة كارينية بمناسبة اعتزال لاعب الوحدات والمنتخب الأردني الكابتن باسم فتحي حيث تم التواصل بين الإدارتين من استجمال الإجراءات اللازمة ومن ضمنها موافقة الاتحاد الفلسطيني لقرة الكدم مشكورا بما يضمن عدم تعارض موعد اللقاء مع رؤوسنا من دور الفلسطيني للمحترفين وبعد موافقة الاتحاد تم التوافق بشكل رسمي والاتفاق على كافة الإدراعات اللازمة نعم وقامت العيعة الإدارية في نادي ثقافة الكرم بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة التنسيق الكامل لهذا اللقاء التاريخي طبعا وتكون مدارة النادي بالاستعداد والتحضير اللقاء مع جميع مكونات أسرة نادي الثقافي ممثلة بالإدارة ورابط المشجعين وكافة الدعمين والمؤذرين بهذه القلعة العنابية نعم للعمل على إنجاح هذا الحدد التاريخي من تاريخ 22-11-2019 طبعا من نزف خبر للجماعير العنابية والفلسطينية بمشاركة النجم العربي على المصري محمد أبو تريتا الملقب بأمير القلوب واحد أكبر الدعمين للقضية الفلسطينية وكوكب من النجوم الآخرين يعني هذه أبرز التفاصيل المتعلقة واللقاء الذي سيجمع ناد الوحدات والثقافي وبالتأكيد نتمنى أن يكون هناك أداء جميلة نعم اتفضل إياد طبعا هناك تخرنا والصدادنا للمشاركة بهذا الحدد التاريخي الذي سيشهد أرس رياضي جماعيري والذي بالطبع سيشم في توطيط العلاقات مع كافة الأنبياء العربية العامة ونادي الوحدات بشكل خاص وسيتخلل هذه الزيارة توطيع اتفاكي اتفاكية توعمة بين نادين المؤكر ونادي الوحدات الأردنية طبعا وأشير هنا إلى بعض تفاصيل اللقاء حيث ستجري المباراة على ملعب أستاذ الملك عبدالله الثاني في مدينة بكواسمي ثاني أحد أكبر الملاعب في الأردن وذلك بتاريخ 22-11-2019 يوم جمعة في تمام الساعة السادسة والنسف مساعد كما ونشكر الأخ ليت عبدالله ابن ضاحي تشويكي المقيم في الأردن الشقيق على تنسيق اللقاء التاريخي ومتابعة كافة الإجراءات وتم تنسيبه أضوان فخرية لرابط مشجعين في الأرض نعم نعم إياد يعني إياد هذا عفوا هذه إذن كما ذكرنا معلومات اللقاء لكن هل هناك لقاءات كروية قادمة بالنسبة للثقافي هنا محليا محليا الدور الفلسطيني وقف نسبة المنتخب في كطر وفي 14 في اليمن يلعبه اليمن محروم من عرضه بسبب الوضع الأمني في البحرين والمبراط الثاني مع أسباك الثاني القيام العبن التهاب في ساق وفاز المنتخب في تنسيق 8-0-19 حسنا مبراطنا المقبل بـ 26 إن شاء الله من هو من الشهر مع بلاطة وإن شاء الله على ملعب الشهيد جمال غانم بيبكى مع تمديرنا وخلال نهاية تسبوع بيبكى خالص من الصيان نعم على ملعبنا البيت في ملعب الشهيد جمال غانم بـ 26 الشهر إذن بالنسبة للملعب مرة أخرى نذكر بالنسبة للسادة نهاية تسبوع أنا مبارح استفسرت مدير الملعب نهاية تسبوع أسباك نشوفيه ببكى الوضع جاهز تمام ستكون مباراتنا مع بلاطة بيتية في ملعب الشهيد جمال غانم 26 الشهر نعم وبالتأكيد هذا ما نتمناه بالفعل أن تعقد المبارات على الملعب البيت طول كرم أحق دائما وأبدا بأن تكون المتمجزة وبالتأكيد كل الاحترام لك إداد الجلاد ناطق الإعلامي بسنفقافة طول كرم يعني بالنسبة نعم دور الناشئين وكنا قد تحدثنا عنه سابقا لكن ما المستجدات المتعلقة حوله نعم في أولى جولات دور الناشئين موليد 2004-2005 المركزي من مرحلة الإياب الصغار العنابي يحققون فوزا متأخرا على إسلام كالكيلي في الدكيقة 95 وبذلك يتصدر الفريق مجموعته ب 16 نقطة كما نشكر أبطالنا الصغار على جهودهم الكبير في اللحظات الأخيرة من المباراة وطبعا يتصدر أنه تم جدولة الإشبوع الثاني لمرحلة الإياب لفريق الناشئين غدا الاثنين حيث يجمع العنابي مع الأمعري على ملعب ماجد أسعد يوم الاثنين بتاريخ 11-11 الساعة الثالث نعم أما بخصوص دوري الشباب موليد 2001-2002 المركزي بردو كما كان من المفترض أن تكون براطة للعنابي مع جبل الزيتون من الجولة الخامسة اليوم الأحد على أستاذ أريحة الدولية وبناء على طلب المدير الفني لمنتخب الشباب التبقن على الحوامد قررت بزيط المسابكات تأجيل دوري الشباب إلى ما بعد انتهاء قطول التسفيات آسيا والتي ستعقد في عمان بالفترة من 22 إلى 30 في عمان ونذكر أنه ابن العنابي مع الضرهوش مع منتخب الشباب في عمان إذن تفاصيل مرة أخرى دائما وأبدا كل جديد بالتأكيد من خلال اتصالنا وتواصلنا مع حضراتكم فيما يتعلق والنادي الثقافي نأمل إن شاء الله كل التوفيق بكل المراحل هنا بالمباريات على أرض الوطن أو لا ربما في مناطق أخرى وسنكون أيضا والشق الآخر من الجانب الرياضي المحلية في طول كرم خلال هذا الأسبوع سنعرض ونتحدث عن بقية الفرق شكرا الناطق الإعلامي باسم ثقافي طول كرم السيد إياد الجلاد على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر